الحمد لله على المكسب ده بطولة ما كانتش سهلة خالصة نادي الزمالك فريق محترم اول مرة تتلاعب في البحرين طبعا شاكرين جدا اتحاد البحريني ودولة البحرين استضافة تليئة يعني بالسوبر المصري الحمد لله ان احنا قدرنا نفوز بيها والماتش طبعا ما كانش سهل بس الحمد لله ان احنا قدرنا ان احنا نتخلص الماتش يعني في اخر ثانية وقدرنا مسكين في الجيم يعني طول الماتش الحمد لله طبعا نقدرنا نحقق البطولة دي في بداية الموسم يعني تبقى بداية قائسة للموسم ان شاء الله يعني وبداية البطولات زي ما عودنا الجمهور وان صالحهم برضو على البطولة العربية اللي ما تفقناش فيها جمهور عظيم يعني اعظم جمهور في العالم ورانا في كل حتة اي بلد بنروح بنلاقي الجمهور مالي المدرجات ومالي الاستاد وحاجة تشرف يعني وقال لحاجة يعني دارنا نقدمها لهم يعني ان احنا نكسب البطولة دي عشان نفرحهم عوالا بقول الحمد لله مبروك للناد لأهلي ومبروك للجماهير وزل الظروف القائمة يعني طبعا مبارا همه كان بالنسبة لنا عنق زجاجة لان احنا يعني البطولة لفات ما ما تفقناش او مش ما تفقناش احنا بالنسبة لنا كان فيه زي ما تقول اعداد وطبعا مش كل الناس هتفهم القصة وفي عندنا شوية اجهاد ناس مجال منتخب فالبطولة دي ان شاء الله تدينا دافع كويسة لبداية سيزون والحمد لله رب العالمين بشكرهم جدا هم على طول معنا وعلى طول بي تواصلوا معنا وصراحة ما اثروش معنا في اي حاجة على طول متودين انا بشكرهم جدا بقول لهم يا جماعة معلش حتى لو احنا يمكن الفترة الفتاة كانت صعب علينا شوية بقول لهم معلش عذرونا وسمحونا وان شاء الله رب العالمين اللي جاي احسن بإذن الله رب العالمين وبشكرهم جدا هنلعب ان شاء الله اول على 25 بإذن الله هنريح اللي عيبة اللي محتاجة تريح هتريح اللي عيبة اللي مشاركتش كتير هتضطر هتنزل تمرينات شوية المحترف لسه جديد هيبتدي ان ينزل كم تمرينا الوضع يختلف يعني ان شاء الله هنقدر نتعمل مع الوضع مش حاجة جديدة علينا هي يمكن بس ايه عشان كان احنا بقى نظم السيزونين عاملين سيزونين كويسين فييمكن اول اخفاق بالنسبة لنا كان في الاول سيزون بس عايزة فكر ان اول سيزونين كان نفس الوضع كان بطول العربية برضو ربنا ما اكرمناش فيها والحمد لله المسلم انتهى بشكل كويس برضو بقعدهم السنة دي ان شاء الله ربنا يكرموا الدنيا تبقى كويسة بإذن الله رب العالمين